أكد دبلوماسي روسي أن بلاده مستعدة للتفاوض على معاهدة جديدة للأسلحة النووية مع الولايات المتحدة والصين وصرح نائب وزير الخارجية سيرجي ريبابكوف الجمعة أن موسكو تتابع عن كثب تقارير واردة من الولايات المتحدة بأن واشنطن ترغب في التواصل إلى اتفاق تسلح نووي مع كل من روسيا والصين وأنها مستعدة للتفاوض